نعمل بقى وصفة مفيش مسابقة تاني بس هنعمل وصفة انا وهي وصفة حلوة تنفع كده برضو في الشتة نفطر بيها تبقى عشوة حلوة تنفع مع قهوة تنفع مع شاي وصفة لذيزة جدا بسكوت جواة شوكولاتة سايحة شبيه للكوكيز بس اكبر شوية فهنشوف مع بعض انا هاعمل المقادير الجفة وهي هتعمل المقادير السيلة هنبتد نشكله انا وهي مع بعض هقول المقادير الاول وبعدين نبتد نطبخ على طول عندي بسكوت التشيبس التشوكولات المقادير بتاعته مقادير السيلة ثمان معالق كبيرة شوكولاتة كريمي ودي مهمة جدا عشان دي هتكون هي الحشوة بتاعة البسكوت ده نص كوب زبدة نص كوب سكر معلقة من الفانيليا السيلة بيضة ده كده المقادير السيلة عندي المقادير الجفة رشة ملح واحد و تلت كوب دقيق معلقة صغيرة بيكينج سودا سبع جرام نشا كوب تروكليت شيبس زي الكيك اللي عملناه الاسبوع اللي فات اول حاجة ههتم اعملها ان انا هخلط السكر مع الزبدة لحد لما يدوبوا في بعض كويس جدا بصي ممكن وهي هتعمل دلوقتي هتنخل كل المقادير الجفة اللي هي الدقيق و رشة الملح والبيكينج سودا علشان ما يبقاش فيهم اي كلاكية و دي بقى المعلقة دي كده انخليهم و قلبيهم بحنا بنحضر مقدرين مقادير جفة و مقادير سيلة و ليه دي بقى انت بتحبي المطبخ من زمان ولا لا من بدري منطق اصلا شطرة في المطبخ اه ماما بتعمل اكل جميل طبعا بتحب تعملي الوصفات الجديدة ولا الوصفات اللي فاكل دي العديد انا احب الكيك والشوكولاتة اولا مجتعي صوتك بس شوية عشان ما استسمعك اه احب الكيك للشوكولاتة يعني اكتر حاجة بحبها يعني كيك والحاجات اللي فيها شوكولاتة ايوه الحلويات الدجوش الفكرة بقى في البسكوت اللي انا عمله النهاردة ده ان هو ممكن يبقى وجبة في المدرسة بيبقى حاجمهم دير شوية بيكون حمل جدا ممكن يكون تفلصتي قلبيهم بس كده كده هي دلوقتي نخلت عملت بالمنكل الدقيق مع الباكينج سودا مع رشة المل انا دلوقتي بعمل ايه عندي زبدة المقصوب تبقى دقية شوية عن كده المقصوب تبقى بدرجة حاط الغرفة شوية عن كده فهتبقى صعبة معي شوية في الضرب لحد ما تعملني سائل خريمي كده شوية الاقي السفر دخل في الزبدة هبتدي ازود البيض واحدة واحدة هفضل اضرب فيها بيئتين ثلاثة لحد ما تبقى كريمي جدا اول ما تبقى كريمي كده ومش شايفها فواصل كأنها عجينة شوية هبتدي ازود البيض والبانيليا انا هطلع فاصل دلوقتي ونرجع لكم على طول نكمل البسكوت مع بعض استنيا ارجع نالكم بعض الفاصل ودوبنا السكر في الزبدة بقت كده بصوا انا قادر همسكها بقت خليط كده كريمي جدا هش جدا احنا شايفين اللون حتى فتحه ومش قادرين نميز انتي عارفة تميزي السكر من الزبدة لا بس في الوقتي لما بتكون كريمي كده تحسوا ان هي عامنا زي الكاسترد شوية لما توصلوا للمرحلة دي نزود البيض واحدة واحدة واحنا بندرب عندي بيضة وعندي فانيليا هنزل جزء جزء كده وندرب ايوة هنخليه على سرعة اقل عشان ما انتزل بس هم 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 تراحة هم دي بننزل كده علشان يعني يساعد ان الضرب بيكون ملموم اكتر الحاجة تفكش بعض اسرع هم 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 تمام لما يترد في الجناز هم تبا احنا دولنا الشكر مع الزبدة وقلنا تبا اتزل بزردة حاسر لغورفة اكتن عشان تتزرب اسرع وتتبا تريمي اكتر وحتي معاملت مياه قريش تريمي كده تبا تريد هكده يبا هي جاهزة ان انا انزل بالبيض بحط البيضة بتاعتي وبحط البانيليا السيلة كلا بطقة البانيليا السيلة مش بطرة جايم نبقول لكم كده تبا تبا تجي تعم اكوا جدا في اي حلوية كتا تعملوين كده. هلم بقى كل الخليط ده. زيني. وابتدي اضربه تاني. اخر ضربة كده دخلهم في بعض. كويس. وابتدي انزل بقى بالمقادير الجفة واحدة واحدة. علم كده كل المعلقة السيليكون دي اختراعا وحباها جدا. تنجز قوي. الحلويات بالذات والمعجنات وكده. اه. جميلة جدا. اديني بقى المقادير دي واحدة واحدة كده. احنا جهزنا المقادير. اللي هي كانت جافة اللي هي كانت دقيق. والدي كانت سودة. بس. ورشة المال. هقلب كل ده كده. بصوا العجينة عشان ضربنا كل حاجة صح. العجينة مسكت على طول في السوائل. قامنا معي خليط حلي وقوي كده. بصوا لما اتنفسها في ثانية ازاي. ازاودي بقى ثاني. ادربي كده. بنفضل اه. بنفضل نضربها كده في تجاه واحد. ممكن على فكرة من غير مدرب تهربة. يعني نعمل الوصفة دي مدرب سلك. وبعدها عادي نكمل كل حاجة مدرب سلك. هتتعامل عادي. بس ده الاسرع. بصوا العجينة بدل قادرة تعملكم كالكوعة جديرة كده ومسكت على طول زي عجينة الفيزا كده. لما المقادير بتوح عامل الخليط الكريمي كده. يتباحنا وصفتنا كده ايه دربة صح جدا جدا. حلوة قوي كده. هلبس بقى جروفز وابتدي هنزل كل اللي في المدرب ده. علشان استغل كل المقدار. ونتكلم عن الحشوة. هنعمل ايه في الحشوة? عندي دلوقتي شوكولاتة كريمي. بصوا كده الكاميرا تجيب لكم. بمعلقة حطيت في طبق عليه ورق زبدة. وحطيت بمعلقة معلقة مقدار معلقة واحدة. الشوكولاتة الكريمي دي ودخلتها الفريزر. تجمت علشان اقدر ادخلها كحشوة. انا دلوقتي لو ما عملتش كده ايه اللي هيحصل? مش هقدر اعمل شكل اصلا البسكوت نفسه. مش هيطلع معي. عشان هتبقى سيحة فمش هقدر اشكل. فليه? جمدت شوكولاتة عشان تكون الحشوة بتاعتي اقدر اتحكم في شكل الكورة. شكل بقى انا عايزها شكل مستطيل. عايزها شكل مدور. عايزها ايا كان حجمها. ما تبقاش حاجة بقى بتعملي العاقة في الموضوع بتصعبها ان هي تبدل تسيح وتدخل جوه العجينة وتبوز لي الموضوع. انا هنضف العجينة من المضرب السلك. وارجع لكم نشكل البسكوت مع بعض واريكم نسخة الجاهزة على طول استنونا. وارجع لكم انا ومتسابقتي الجميلة نسمة. ونعمل مع بعض دلوقتي البسكوت. احنا دلوقتي شكلنا العجينة بتاعتنا وبقت جميلة ومش بتلزق وحلوة. بس هي انا شايفها طرية شوية. في الحالة دي بزود لها رشة دقيق بس. وبسيبها نص ساعة. تهدى من الدرب اللي احنا عملناه كده. لما تطلع معاكم قادرين تمسكوها كده ومتكونها بالشكل ده. دايما عجمت البسكوت من الزبدة اللي فيها بتبقى طرية كده. مزي عجمت البيتزا يعني هي مش بتتفرد. بسيبها كده تهدى شوية. تمام? بعد ما بسيبها تهدى بتطلع معايا كده. بتكون مسكة نفسها اكتر. بعمل ايه بقى? اخد الطابعة الاوسع ده بيكون افضل. بسخن فرن على مية وتلاتين. على مية وتمانين. لازم طبعا الفرن يكون سخن. ممكن تجيب ايه ده تلات. لازم الفرن يكون سخن. وارش كده في ايدي دقيق. وارش على عجينة بتاعتي برضو دقيق. عشان ما يحصلش اي تلزيق. عندنا بقى اختيارين. ينحط كده جوه وبره ينحطها بره بس. ده حاجة اختيارية برضو. هنعمل ايه بقى دلوقتي? اهي العجينة جميلة مش بتلزق في ايدي ولا اي حاجة. هرش حية بسيطة قوي وبتدي اخد كده. اهي دايرة اهي. بعمل كده. ممكن هزود جزء كده. البسكوت ده بيطلع كبير عشان جوه حشوة. تمام? بعد لما بكور بعمل كده. عامل زي بسكوت المعمول شوية. هم. بعمل كده. كورة كده. اعمل فتحة صغيرة وانزل عليه بالشوكولاتة اللي احنا مجمدينها اللي هي الكريمي. واقفل بقى الخليط ده كده. اقفل كويس قوي وكور تاني. يبقى انا بعمل كورة في الاول. بعدين بعمل فتحة صغيرة بيدي بصبع ده. وبعدين احط الشوكولاتة اللي جمتناها. وبعدين اقفل تاني كورة. بعدين اجي هنا واروح عاملاها كده. واجيب بقى الشوكولات دي. وابتدي احط على الوش كده. ممكن بقى انت تعملي كده. ابتدي احط على الوش كم واحدة كده للتزين. يبقى هنعمل تاني. هعمل معيكم واحدة تاني. بنعمل كده. بالزبط كده حلوة قوي. تبقى بقى هيلة انتبه الشوكولاتة صحيحة من جوة. والعجينة كده من فوق بتعمل شكل بسكوت حلوة قوي. فبتبقى بسكوت بالشوكولاتة سريع جدا. هنعمل كده كورة كده. احنا كورنا في الاول. بعدين عملنا كورة كده. ودلوقتي انا عملت فتحة بيدي. الفتحة دي. هنزل بيها الشوكولاتة المجمدة اللي احنا جمدناها. اللي هي الكريمي. اهي. انا بحاول عاريكم كل الطريقة. عشان تكون سهلة جدا معاكم. بعدين بنقفل العجينة تاني بعد لما فتحناها. بقفلها كده. وكور تاني. بعد ما كور بابتدي اضغط سنة افرت وشكل شوكولاتة تاني من فوق. هي اصلا شكلها يفتح النفس من غير لما تدخل الفرن. جميلة. صح? الاطفال بتحبها جدا. نعمل كده. بصوا العجينة اهي حتى اهي. يعني مجرد ان احنا سبناها بس شوية ارتاحت. تفضل تبقى كل شوية انا عم واحلى. المفروض بقى ان انا قبل لما دخل العجينة دي الفرن. المفروض ان انا اسبها 15 دقيقة تهدى تاني بعد لما حشتها. علشان تطلع معاكم الشوكولاتة صحيحة من جوه حلو. وتكون الشكل بتاعها حلو. البسكوت ده بسكوت حجمه كبير شوية من زغير. فيكفي يعني الشخص يكفي كده ايه كل واحدة في اليوم كفاية اوي. اهو بنكور تاني. وبصوا العجينة لينة وقدرة تمشي معايا بشكلها بسهولة جدا. مفيش اي تلزيق في ايدي. يبقى كده المقادير بتاعتكم كويسة جدا. حسيتوا العجينة ناشفة اوي بتتحركش معاكم. هتزودوا شوية لبن. هتدي طعم وهتزبط معاكم. حسيتوا عبتلزق كده ما بتعمله كده بتحسوا باي تلزيق في ايديكم. هتزودوا شوية دي عشان يفصل التلزيق دي عن ايديكم. هنعمل كده تاني. وطبعا البسكوت بالزيت لازم بنسيب فراغ بين البسكوتة والبسكوتة عشان هو بيعرد في الفرن. ما بيبقاش زغير. بيكبر شوية. عايزين حجم البسكوت يكون اصغر هنعمل ايه? هنقلل حجم الحشوة دي شوية. معلقة صغيرة بدل معلقة كبيرة. نشكل بقى دلوقتي نطلع البسكوت الحلو ده. تحصل. بصي بقى الجمال. لأ تحصل جمال. اخدي واحدة بقى عشان انتي ايه همال في وصفة راحة. بصوا بقى الشكل لما بيطلع بعد لما بيطلع من الفرن بيكون طلع ازاي. طبعا بتقدم مش مش بنطلعه نقدمه على طول. بنسيبه يبرد شوية. علشان يمسك نفسه بس شوية. بلاش نستعجل. نسيبه يمسك نفسه شوية. بيقعد من عشرة لاثناشر دي اعلى مية وتمانين بيطلع شكله هايل كده. ومقرمش جدا والشوكولاتة صحيحة من جوه عامل زي بتاع برة. احنا نشتريه بمبلغ كبير قوي. وهو مش مكلف خالص. بشكرك جدا. واكسي النهاردة بتقدم لك هدية البوتاجاز. راحي به. بنشكر اكسي. وبنشكر استاذة نسمع على المشاركتها لدائما في من سابقه. وبرافو جدا. وشجعك تكملي في مشوارة مطبخ انتشاطرة. بشكركم جدا يا رب حلقتي النهاردة تكون مفيدة ليكم ومختلفة. وتستنوني في حلقات جديدة دائما من صفرارينا